طيب لكن بمناسبة النادي الأهلي ودايماً تلاقي فيه كلام كتير قوي على لعبة الأهلي وإن فلان جاله عرض وعليان عايز يمشي والتجديد ومش التجديد وده حيجدد وده مش حيجدد وكل قالك لا أنا مش عايز أجدد لدول وقالك لا أجدد لده وحن نخليل على مرحلة معتاد فيها الكلام اللي زي ده يعني خاص على أعتاب شهر 12 فهي طبقة شهر يعني بالكامل على بداية يناير فأما وعيد الصفقات والانتقالات والراحلين والكلام اللي زي من ده فهتلاقي إشعاعات كتيرة جداً بتطلع لكن احنا دورنا هنا أن احنا نوضح لحراتكم كل تفصيلة مهمة إن بلح الكلام كان على المرة دي مين؟ محمد مادي أفشة هنا فيه عرض من سلتك الاسكوتلندي وأن الناس مهتمية جداً منتعاقد مع أفشة وإن 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 حقيقة الأمر إيه؟ أولاً يا جماعة ما فيش أي عرض رسمي جيل النادي الأهلي بخصوص محمد مادي أفشة طيب لو فيه عرض رسمي بالنسبة لأفشة الموضوع مرفوض تماماً أنا هنا هقول لك موقف النادي وموقف اللاعب كمان مش النادي بس فلو فيه أي عرض بالنسبة لأفشة الموضوع مرفوض تماماً بالنسبة لكلر الراجل شايف إن أفشة لعيب مهم للغاية لعيب مفيد بالنسبة له في خططه المختلفة المباريات ولعيب إضافة قوية ومحتاجه ولا غنى عنه وأفشة طبعاً عنصر مهم جداً إحنا خلاص خلال يومين دخلين على الذكرى بتاعة القضية ممكن يعني بالمناسبة فبالتالي بغض النظر يعني أفشة ما شاء الله لعيب تقيل جداً جداً ومهمه في وسط ملعب النادي للأهلي فحتة الأهلي إنه يبيع أفشة أولاً ما فيش عرض ثانية الأهلي لن يترك أفشة للرحيل أبداً في ليلة الفترة الحالية ثالثاً وهو موقف اللعب اللعب نفسه متمسك بالاستمرار مع النادي الأهلي ده أمر محسوم بالنسبة للعب حتى لو فيه عرض هنا أو هنا اللعب ما عندهش أي مشكلة بقول لي يا جماعة أنا موجود في الأهلي وعندي أحلام كتيرة وطموحات كتيرة أنا بقولك كلام أنا عارف أنا بقولك كويس جداً فاللعب مهتم جداً مستمرار مع الاهلي وما فيش أي نوع من أنواع المفوضات ولا أي نوع من أنواع العروض اللي جات من نادي سلتك الأسكتلندي أو حتى غير سلتك الأسكتلندي ربما بقى مثلاً وكيل يتكلم بتاع لكن كلام ده مش يعني لا يعتد به إطلاقاً فده كمان موقف أفشة طبعاً حديك الأكتر من كده أفشة بيقترب جداً التجديد مع النادي الأهلي والتمديد تعاقده وده اللي بنسبة كبيرة هيحصل في المستقبل القريب جداً سواء هو أو بعض اللاعبين بالمناسبة أفشة لسه نقص له سنة بعد السنة دي في عقده يعني هو أول ما جبناه من بيراميجز ماضى خمس سنين عدى منهم تلاتة دي سنة الرابعة اللي احنا ابتدناها فنقص له سنة بخلاف السنة دي لكن بشكل مبكر الأهلي حيجدد له عقده بنسبة كبيرة جداً بخلاف الرباعي المعروف اللي قدوم تنتهي مع نهاية هذا الموسم وده برضو جزئية أخرى والشيء بالشيء يفكر ولازم نتطرق لها لأن احنا قفلنا كده حتة أفشة اللي حيجدد بنسبة كبيرة جداً عقده مع النادي الأهلي لكن فيما يتعلق برباعي الفريق اللي بتنتهي عقدهم مع نهاية هذا الموسم فالأرباع هيجدد عقدهم مع النادي الأهلي وما فيش أي يعني قرار من كلر برحيل أي واحد منهم بس خلي بالك معنى تجديد أو مش معنى تجديد العقد أنهما هستمروا مع النادي الأهلي ركز في الجزئية دي هتقول لي يعنيه هقولك أنه في شهر يناير مستحيل أي حد يمشي أنت هتجدد قبل شهر يناير ومستحيل أي حد يمشي لكن الله أعلم المسابل حيبقى فيه إيه بعد نهاية هذا الموسم شهر يناير الأهلي مهتم بالتدعيم ده أمر مؤكد أنت بتنفذ على مختلف البطولات ومهم جداً أنت تدعم بشكل قوي تسد الصغارات اللي عندك عشان تقدر توصل للمراحل النهائية بس بس كده تقدر تفوز بالألقاب وده تموح النادي الأهلي دايماً وجماهيره يعني فالأمور ماشية في الاتجاه اللي أنا بقول لحضراتكم عليه تجديد رباعي ما فيش واحد فيه مش هيتم التجديد ليه نظل الأقرب بنسبة كبيرة جداً لكن ننتظر دايماً الرسمي من خلال القنوات الرسمية للنادي الأهلي الإعلان عن كل ما هو جديد نحن بس منطمن حضراتكم شكل كبير جداً